السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وآخواتي كنت أفتي في بداية ظهور الذهب في أرضنا أرض موريتانيا الذهب السطحي بقول ابن القاسم أن الندرة الصافية تزكى مثل زكاة الركاس فيجب فيها الخمس ولكن بعد حصول ما حصل والاطلاع على صعوبة التنقيب وما يترتب عليه مخاطر أودت بحياة كثير من الناس أصبح لدي الآن قناعة بقول ابن نافع وهو أن المعدن مطلقا سواء كان ندرة أو غير ندرة لا يجب فيه إلا الزكاة إذا بلغ نصابا من حفير واحد فإن كان الإنسان حفير فأخرج منه قدر النصاب وهو خمسة وثمانون قراما من الذهب من أي عيار من عياراته فإنه يخرج منها 2.5% بعد التصفية وإن أخرج أقل من نصاب من حفير وأخرج أقل من نصاب من حفير آخر لم يجمع بينهما ولم تجب عليه الزكاة في ذلك فلا تجب عليه الزكاة إلا إذا بلغ ما أخرج من حفير واحد نصابا لكن إذا أخرج منه في هذا الشهر أقل من نصاب وفي الشهر القادم شيئا آخر وفي الشهر الذي بعده شيئا آخر فإنه يضم ما أخرج من الحفير الواحد لأنه بمثابة المعدن الواحد ويخرج منه من آخر ما أخرج بعد التصفية 2.5% من جميع ما أخرج عن جميع ما أخرج وأما إذا كان يعمل في منطقة مثلا في حفير في منطقة تازيازت ثم فأخرج منه أقل من نصاب ثم خرج إلى حفير في منطقة تجيريت مثلا فأخرج أقل من نصاب ثم خرج إلى تير الزمور فأخرج أقل من نصاب فإنه لا يلفق ذلك ولا تجب عليه الزكاة حتى يبلغ المخرج من كل حفير قدر النصاب وهو كما ذكرنا 85 جراما ولا بد أن يكون النصاب مملوكا لفرد فإن اشتركت مجموعة وأخرجوا نصابا ولكنه كان موزعا بينهم فلا زكاة عليهم وإنما تجب الزكاة إذا بلغ نصيب كل فرد نصابا وأيضا أصبحت الآن أفتي بأحد القولين المتساويين في المذهب وقد أشار إليهم أخليه رحمه الله بأنه يجوز لحافر الحفير أو حائزه أن يقارض فيه العاملين على جزء من ما يخرج منه فيتفق معهم على النصف أو الثلث أو الربع مما يخرجونه بعد تصفيته والله يحفظكم أجمعين ويتقبل منا ومنكم صالح العمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله أن يرزقكم جميعا من الحلال وأن يحفظكم أجمعين ويطيل في الطاعة أعماركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته